برر رئيس مجلس إدارة MTV ميشيل جابريال المر وفي خلال محاكمته بتهمة التعدي على شبكة الهاتف والتخابر غير الشرعي وهدر المال العام عدد الاتصالات الهائل الذي يمر من خلال شركته بأن ستوديو فيزيون متعاقدة مع ثلاث شركات إحصاء واستطلاع تستخدم هذه الخطوط هي سوفرس ليبان، لابنون ستاتيستيكس وآراء ولكن الأرقام لا تسعف ذريعة المر فهل من المنطقي أن تتصل شركة إحصاء أكثر من خمسمائة مرة بالشركة نفسها وأحيانا أكثر من ألف وثلاثمائة مرة بالفندق نفسه رأم كتير كبير يعني ممكن نتصل بالشخص مرتين أو ثلاثة خلال السنة حتى لو عمدنا إلى إجراء استطلاع اليوم وقعدنا استطلاع بعد فترة ما منختار نفط الشخص منوزع من نوع بالعينة كشركة استطلاع للرأي العام لا يتم اللجوء إلى الهاتف يتم استخدام المقابل المباشرة مع الشخص المستطلع في حالات قليلة جدا وقتل تكون الاستمارة تتضمن سؤال أو اثنين والعينة الصغيرة لا تزيد عن خمسمائة شخص يتم اللجوء إلى استخدام الهاتف لإجراء استطلاع الرأي العام أربعة ألاف اتصال بالسفارة الألمانية ثلاثة ألاف اتصال بالسفارة الفرنسية وغيرها من السفارات هذه الداتا حملت القاضي على سؤال المر عن علاقته بالسفارات هل يمكن أن تتصل شركة إحصاء وفي فترة زمنية قصيرة بسفارات إلى هذا الحد؟ لا يعني السفارة من هدف لشغلنا لأن عمليا إذا شركة استطلاع رأي تستطلع رأي المواطنين اللبنانيين حول رأيهم بالانتخابات، حول رأيهم بالحكومة، حول رأيهم بالدرائب، حول رأيهم بالرسوم وبالتالي بشكل عام السفارات هي خارج العينة التي يتم استطلاع رأيها في لبنان رئيس قطاع الفواتير في أوجيرو أكد للقاضي أن الخط العائد إلى شركة ستوديو فيزيون يقوم بحركة اتصال مكثفة جدا على مدى 24 ساعة في اليوم ويغطي نحو 45% من المشتركين في الشبكة الثابتة من دون الخلوي وأن بكل فترة عمله في أوجيرو لم يمر عليه رقم بهذه الكثافة وهوية المتصل بهم فناضق ومستشفيات وسفارات بوتيرة عالية جدا وهذا كله يثير الشك بحسب الموظف فهل تعمل شركات الأحصاءات التي يتذرع بها المر بهذه الوتيرة؟ فعمليا الوقت الذي يتم فيه إجراء الاستطلاع بواسطة الهاتف إذا عم يصير هو من العشرة إلى الخمسة إذن عذر المر ينفيه خبراء الاستطلاع والأحصاء ليالبو موسى قناة الجديد